بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم عزيزيزي المشاهدين في كل مكان صهرار يا ضي جديدة وحارس الأهل وحلع يا رب تعجبكم النهاردة ان شاء الله في البداية الحقيقة أشكركم كل الشكر على الالتفاف حول قناة النادي الأهلي من ساعة مبادئنا في 6 أكتوبر والنهاردة 17 نوفمبر حياء كل الحب وكل الشكر من حضراتكم لو لاكوا ما كان هذا النجاح لو لاكوا ما كانت هذه الأرقام لو لاكوا ما كانت هذه الدفع القوية لهذا البرنامج وهذا القناة من أجل الإضافة ومن أجل المزيد وده اللي احنا بنحاول فيه دائما وأبدا مسندد كلينة من أول حلقة لحد النهاردة هي أهم شيء بالنسبة لنا واللي أتمنى أن هذه المسندة دائما وأبدا تزيد اللي نقدر نوعد به نقدر هنا بتكلم بلسان حال القناة بالكامل بلسان حال كل واحد بيشتغل في هذه القناة اللي نقدر نوعد به أنه كل اللي بقى في نفسكم حيحصل واللي نقدر نوعد به كمان أنه عندنا الأسبوع القادم الأسبوع ده طبعا فيه لقاءات حلوة جدا لكن الأسبوع القادم وانتوا حسبوها ليه لحد يوم 27 من نوفمبر هيبقى عندنا أسبوع سبيشيال هيبقى عندنا أسبوع سبيشيال لحد يوم 27 نوفمبر اللقاءات بقى من قلبكم يحبها وحاجة بقى في النهاية اعتبقى إيه الختام بتاعها مسك بإذن الله هنحاول نعمل ده أو هنعمل ده بإذن الله لأن انتوا تستهلوا كل خير مظاهرة الحب اللي موجودة منكم لينا في كل مكان في كل عناصر السوشيال ميديا الحقيقة يعني هي فوق رأسنا من فوق على دماغنا من فوق الحقيقة اللي بتعملوه معنا والمساند آه احنا بنجتهد وبنحاول لكن جهدنا بجنب جهدوكم لا يساوي شيء اللي انتوا عاملينه معنا ده بصراحة يعني آه عندنا ظهير قوي جدا جدا عندنا ملايين الملايين بتساعدنا وبتأذرنا وبتسندنا فكل الشكر من هنا الميت سنة قدام دي حاجة حاجة تانية الحقيقة التوفيق بتاع ربنا سواء في حلقة حسين الشحات أو رامي ربيعة ثم مسك الختام مع إمام عشور آه أنا حاسس انه ده بفضل برضو مساعدتكم لو لنتوا أبرستوا هذه اللقاءات ولولا انتوا دستوا عليها ولولا انتوا وضحتوها ما كان هذا النجاح حسين اتعاملنا معه كتير رامي ربيعة اتعاملنا معه كتير كان أول مرة نتعامل مع إمام عشور تلفزيونيا الحقيقة الراجل قدم نفسه بشكل كله احترام كما هي طبيعة كل لعيب النادي الأهلي لكن إمام بالتحديد الناس كلها كانت مستنيا مستنيا حيقول إيه لأنه في كتير جدا من الخضايا الشائكة مع فريع العمل وحتى تضيف يعني ساعات بنشركه لو في حاجات تضايقه أو أنا دايما احترام ضيفي ده مهم جدا بالنسبة لي يعني قعدنا وتكلمنا يمكن نقطة واحدة أنا طلبت أنا اللي طلبت قلت مش هنتكلم فيها خالص كان موضوع القضية والمشكلة وحدوتة لأنه كنت أعلم بشكل جيد لأنه على تواصل مع الأستاذ محمد عثمان المستشار القانوني النادي الأهلي ومحامي إمام عشور في هذه القضية قال لي كابتن يريد يعني خليك شوية متحفز بهذا الأمر لأنه في ساعة اللقاء بتاع إمام حيكون فيه جلسة وإن شاء الله تنتهي بالصلح بل أنه أثناء الجلسة جالي اتصال وأبلغني أن الموضوع كله تمام بس الأمور بتنتهي اللي هو الوراء الرسمي فقال لي أفضل برضو أن احنا نسكت من هنا البعض تساءل أنتوا لي متناولتوش هذا الموضوع لأنه لما تسكت يبقى أفضل عشان تقدر تحل تدي فرصة للحل وهذا ما حدث ما سيحدث أمام المحكمة يوم الأربعة ده ببقى أمر طبيعي جدا فيش فيه يعني اللي هو إقرار التصالح يعني بإذن الله وتنتهي الأمور على خير حاجة تانية برضو مهمة بالنسبة لموضوع القضايا والمشاكل بالنسبة لكل الناس فده موقف إحنا واخدين منه يعني موقف واضح ودي موضوعات إحنا واخدين منها موقف واحد واضح يعني ما بندخلش في هذه الأمور إلا للخير ما فيش أكتر من كده ما بننصخش بقى يعني بصة قدي شاتي بالسوشال ميديا في البداية لكن في حاجات بيبقى دمها مش خفيفة بنقربش منها ولا بنقرب ناحيتها فمرة تانية شكر للكابتن إمام عشور لأنه يعني شرفنا والحال اللقاء كان في منتهى الاحترام وفي منتهى الأدب وفي منتهى الرقي يعني فخرجنا منه بحاجات كتيرة جدا جدا وأكتر حاجة أسعدتني هو الانطباع للجماهير كلها بمختلف ميقولها خدته عن النجم الكبير كابتن إمام عشور اللي بنتمنى له التوفيق منذ قليل انتهت مباراة مصر مع الجزائر في تصفيات المنطقة الشمال إفراخية وتعدلنا مع الجزائر كنا كازبانين واحد صفر وبعدين دخل فينا بنالتي قبل النهاية يبدأها معدودة وللأسف الشديد تعدلنا وبقى موقفنا صعب لازم نكسب المباراتين القادمتين عندنا مباراة مع تونس وعندنا مباراة مع ليبيا وننتظر إخفاقات للمنتخبات الأخرى لأننا كنا خسرنا مع المنتخب المغربي اللي فاز على المنتخب التونسي أيضا النهاردة اثنين واحد واخترب من التآهل ومن الصعود والكرة في المغرب رايحة في سكة تانية خالص كمان بالنسبة للموليد 2008 منتخبنا كان النهاردة باي والمنتخب المغربي اللي كان فاز على مصر بأزيمة قاصية خمسة واحد تعادل مع المنتخب التونسي اثنين اثنين لكن احنا كنا تدركنا الأمر وفزنا على الجزائر اثنين واحد عندنا مباراتين لو كسبنا ان شاء الله نوصل لانه فيه كبوة رهيبة جدا لكرة القدم المصرية النهاردة هنتكلم في موضوعات كتيرة جدا جدا منها موضوع ابننا محمد شوق اللي بيرقد في المستشفى في مدينة الزرقى بضميات في حالة حرجة شديدة الحرج يعني ربنا يسطر في الساعات القليلة المغبلة هنتكلم كمان عن كثير والكثير من الموضوعات والحكايات لكن ضفنا النهاردة هو احمد حسام عوض عدو مجلس ادارة شركة كرة القدم في النادي الاهلي بتشكيلها الجديد كان استقال كابتن عدل القياي واستقال مهندس خالد